طيب انت النهاردة عايز سفر ابنك وياخد سلمة أو ستيب باي ستيب فيه في اسبانيا فيه اكاديميات برايفت يعني برضو الاندية برضو انت مش روح تعرض ابنك لازم برضو حد ييجي يبص عليه طيب انت النهاردة فيه اكاديميات في اسبانيا مثلا الاندية هنقولها ايه بالصيغة المصرية كده اكاديميات في اسبانيا بتفرغ لعيبة للاندية بالزبط بيتبص عليهم والاكاديميات دي انا نعرف يعني انا ربنا يعني جعل نساء من كان فيه ثلاثة من مصر سافرهم في اسبانيا وموجودين حاليا دلوقتي او اربعة من القاهرة مش من المحافظات من القاهرة والدناهم في المكان دود امان وحاجات كده طبعا احنا مش بنتكلم يعني ان انا لا ولكن ده ده اللي حصل يعني واللعيبة دلوقتي بتيبقى موجودة تحت المظلة بتاعة المكان دود واللعيبة دول بيطلعهم على اندية هي هم مسؤولين عنهم عن كل حاجة الاكاديمي دي اكل وشرب وتمرين وتغذية وانالاسي استحليل كل حاجة حاجة وبعد كده بيطلعهم يعملوا متشاط في الاندية مش الكبيرة عشان برضو نبقى صرحة مباريات والدية مع اندية الوسط لا دفير 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 كمان بيتأييدوا في الدوريات بيبقى ثالثة رابعة درجة ثالثة درجة رابعة ممكن خمسة كمان طبعا احنا مش هنتكلم نقولك لا احنا وديك اللي يجا اقول لا انت تروح لا لا طبعا اتها بان الاول وقع ما ضابه كل واقع بصراحة اه اه وبيبان والله لو هو سمع خلي بالك برضو انا عايز اقول للناس اللي تتفرج علينا كابتن محمد اللعيب المحترف ده ربنا يكون فعونه والنهاردة بياخد مكان ابن البلد بياخد مكان اللعب اللي هو اللوكل انت متخيل اللعيب المحترفة دي برا عاملة ازاي بسبب تالي في جاول الاحتراف الاندية بتدور على مصلحتها اكتر من اللعيب الوطني بالظبط بس صعب برضو انت تجيب مكان في نادي وتبقى موجود تحت المظلة بتاعت النادي مش سهلة كابتن محمد يعني نقول ان ممكن يكون في محطة لللاعب المصري في دوريات اوروبية تكون افضل لي وتدي افضلية وخبرات احسن ما يروح دايريكت على الدور الانجليز بالظب ده اللي حصل افضل محطات بورتغال واسباني وتركيا ممكن وتركيا محمد مصطفى محمد لا مصطفى محمد ما شاء الله قوة انفجارية بيفكرني بعمر زكي لعيب قوي جدا لعيب سترايكا ما شاء الله عليه ولكن هو برضو في فترة من الفترات كده الدنيا كانت مش ماشية بس رجع مرة تاني بالظبط كده انا برضو بقى همس برضو في ودن كده بقول لك محمد خلي بالك انت بتبص عليك كويس ايس تجي انجلترا وتحترف كل حاجة بحساب وبنظام جوه الملعب وبرا الملعب انت الدنيا النهاردة ما عادش بقت سهلة ما عادش زي زمان خلي بالك الالتزام ده مهم جدا جدا الدور الانجليزي اتكشفين بتوعه في كل مكان واللعاب اللي بيسمع وجايلك اهو بطولة افريقيا ممكن ممكن ان شاء الله تكون بداية لا ومنحسن حظ ويناير كمان ان صلاح موجود فده مخلي كل الناس تبصوا على الناس اللي مع صلاح احنا في الفترة بتاعة الاربع خمس سنين دول من جوه الاتحاد الانجليزي يعني بيجبوا لنا مثال ان محمد صلاح ده حاجة كبيرة جدا وبشرحونا كمدربين وبشرحوا للعيبة يعني احنا النهاردة يعني فرصة كبيرة جدا للعابة المصريين لها تظهر لان محمد صلاح الله يناور عليك في الفترة بتاعة صلاح عرف الناس ان في خامات جيدة في المكان ده في صلاح تاني ما هو هيجي تاني صلاح تاني ان شاء الله والتالي في مصر ولادة مصر فيها لعبة قوية جدا